الفعل المضارع دائما مرفوع لكن إذا دخلت عليه أداة جزم يصبح مجزوما من أدوات الجزم لم النافية ولا الناهية وذلك مثل لم أجده لم يقدم أوراقه لم تتناول زينب الدواء لم ينقص وزنها لا تأكل خبزا أبيض لا تتناول دواء كثيرا لا تشرب الحليب لا تسافر يوم الجمعة لا تبتعد عن أخيك يوم السبت هيا بنا نتدرب على جزم المضارع التدريب الأول محمد يقرأ صحيفة الرياضي محمد لم يقرأ صحيفة الرياضي طارق يقابل عميد الكلية طارق لم يقابل عميد الكلية يتكلم ناصر مع زوجته لم يتكلم ناصر مع زوجته يرغب حسان في السفر لم يرغب حسان في السفر التدريب الثاني أنت تلعب بالكرة لا تلعب بالكرة أنت تدرس بكلية الطب لا تدرس بكلية الطب أنت تترك دواءك لا تترك دواءك أنت تكتب بالقلم لا تكتب بالقلم التدريب الثالث لم طارق في الكلية سيقبل قبل يقبل لا مزرعتنا يا أبي تترك ستترك تترك لم سعيد أوراقه يقدم 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 لا لا في البيت الصغير تسكن 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 لم طعام الغداء في البيت يتناول 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 لا خارج البيت تسهر 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 إذا أعجبك الدرس وفهمته جيداً شاركه الآن مع أصدقائك ولا تنسى الإعجاب وأن تخبرنا برأيك في التعليقات الفيديو فتح ي